السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائنا العزاء طلبات وطالبات الصف الثالث قسم تركيبات ومعدات كهربية أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حالة وبرنامجكم المفضل في بيتنا مدرسة نهاردة إن شاء الله معقولة حلقاتنا في مادة التركيبات الكهربية ودي مادة ما بتقلش أهمية عن أي مادة في مواد التخصص بتاعنا زيها زي مادة الألات الكهربية زي رسم الفني زي مادة التخطيط زي مادة تطبيقات تكنولوجية مهمة زي أي مادة طيب المادة دي خلال دراستنا لها أو خلال منقشتنا وحلقاتنا في مادة التركيبات الكهربية المفروض إن إحنا نكتسب في المادة دي كمعارف أو مهارات المادة التركيبات الكهربية من خلال دراستنا لها إحنا المفروض نعرف إزاي نعمل التأريد الوقائي إيه هو التأريد الوقائي إيه هو أنواع التأريد التأريد المختلف إحنا بنعمله إليه أو بنعمل عمليات التأريد للأجهزة تأريد شحنات الكهروستاتيكية تأريد صواعق حماية من الصواعق كل الحاجات دي احنا هنعرفها خلال دراستنا لمادة التركيبات الكهربية ايه هي الأجسام اللي واجب عمل عمليات تأريد لها او تأريد وقائي لها ايه هي أهم الصناعات اللي احنا المفروض نعمل لها عمليات تأريد وقائي كل ده هنعرفه خلال دراستنا للباب الأول واتباعا في الباب التاني ان شاء الله هتلاقينا بنرجو ونتكلم عن خطوط النقل الهوائية والأبراج وأنواع الأبراج وأنواع الأعمدة والترخيم وحسب قيمة الترخيم والخلوص بين الموصل والأرض ده والكابلات اتباعا يعني في دراستنا ليه المادة نهارده ان شاء الله موضوع حلقتنا في الباب الأول وهو التأريد الوقائي ايه هو التأريد الوقائي يعني ايه عملية التأريد التأريد ده بكل سهولة كده احنا لو تسألت فيه التأريد يعني ايه تأريد التأريد انا بوصل جسم الغلاف المعدني او الجسم المعدني للمعدة او الآلة او الماكينة بوصله بسلك او موصل من النحاس وبدفنه في بطن الارض تمام ايه الهدف من الكلام ده الهدف ان انا بحمل طيار الخطأ اللي ممكن يكون تصرب لجسم الآلة او المعدة وبصربه في بطن الارض وده كده تبقى مضمون او مفهوم عملية التأريد الوقائي تعالوا نبصوا مع بعض نشوف ايه هو التأريد اول حاجة عندي بيقول لي تعريف التأريد التأريد هو ايه قلنا قلنا انه هو عملية توصيل الاجسام المعدنية للاجهزة والمعدات الكهربية اللي هو الجسم المعدني للمكنة او للجهاز او للمعدة الكهربية بموصل الى داخل الارض طيب قلنا ايه الهدف من الكلام ده او التأريد الوقائي هو ايه عندي هو جميع انواع التأريد المراد بها سلامة الافراد لسلامة الافراد انا بحمل طيار الخطأ اللي هو ممكن يكون تصرب الى جسم الالة او المعدة بحيث ان اي عامل او اي حد او اي مثلا بنشوف في المطابخ في المطبخ عندنا في البيت مثلا التلاجة او الغسالة الاطوماتيك او اي بيحصل انه بيبقى فيها يعني ماس كده بسيط هو ده اسمه طيار الخطأ طيار انتقل في مصار خاطئ مفروض الطيار الكهرابي بيبقى مصاره في المواصلات والاسلاك ده الطيار ده انتقل الى جسم المكينة او جسم المعدة وبالتالي بيسمى اسمه طيار الخطأ تمام التأريد عندي يعني التأريد الوقائي ده قلنا زي ايه زي تأريد الاجهزة وتأريد الحماية من السواعق وكمان عندي تأريد الحماية من الشحنات الكهروستاتيكي تمام لو جينا بعد كده قلنا الهدف الرئيسي من عملية تأريد الاجهزة الهدف الرئيسي من عملية تأريد الاجهزة احنا قلنا انه بعمل عملية التأريد لحامل طيار الخطأ من الجسم المكينة او المعدة وصربه في بطن الارض يعني ايه كمان يعني اننا بحمي الافراد المحيطين للمعدة او الماكينة من التعرض للصدمات الكهربية بسبب طيار الخطأ يبقى رقم واحد عندي عدم حدوث اخطار على الافراد المجاورين للاجهزة والمعدات الكهربية اتنين ايجاد وسيلة لها القدرة على حمل طيار الخطأ الى الارض دون التسبب في حدوث حرائق او انفجارات تمام كده طيب بعد كده هنتناقش فيه الاجسام الواجب تأريدها ايه هي الاجسام الواجب تأريدها طبعا او طبقا للمواصفات المعمول بها في معظم الدول عندنا فيه قواعد خاصة بالتأريد دي قواعد خاصة بتقول وبتحكم اللحاجات والاجسام والنوعيات اللي هي المفروض يتعمل لها تأريد وقائي بحيث انه يبقى فيه حماية من طيار التصرب او طيار الخطأ اول حاجة قلنا الاغلفة المعدنية المحيطة بالمواصلات والكابلات تمام تاني الاجهزة اجهزة الاشارات الكهربية رقم تلاتة الهياكل والاغلفة المعدنية للآلات الكهربية طب رقم اربعة عندي لوحات التوزيع وحوامل المفاتيح لوحة التوزيع اللي هي موجودة عندي فيه المصنع في الورشة في قسم المدرسة في المعمل في البيت عندي لوحة التحكم او لوحة التوزيع اللي هي موجودة وراء باب الشقة دي برضو لازم لها عملية تقريض لانها يبتبقى شايلة شايلة المفاتيح والقواطع وبالتالي ممكن يبقى فيه تصرب لأي طيار فيها عندي بعد كده الحبال اللي هي ايه المصاعد حبال المصاعد وهياكل ومصارات الاوناش رقم ستة الاجهزة الموجودة في الجارجات اللي هي الاجهزة الجارجات اللي هي فيها العربيات بتدخل بعربيتك وبعدين ييجي زي كوريك كده يرفع العربية للمكان اللي هيركنها فيه المقابس والكوردونات المقابس دي اللي هي البرائز والمفاتيح واللوشاش والشاسيهات بتاعتها المولدات والمحركات المتصلة بشبكات أنابيب المياه عندي اخر حاجة اغلفة هيكل المحركات واجهزة التحكم واجهزة المصاعد والاوناش دي كلها حاجات المفروض انه انا اعرف ان الحاجات دي لازم يتعمل لها ايه تأريد والتأريد هنا اسمه تأريد وقائي تمام طيب بعد كده بعد كده عندي هدخل في حاجة اسمها التربة التربة دي نتكلم مع بعض فيها شوية لانه طالما هتكلم في التربة يبقى لازم اتكلم عن العوامل اللي هي المفروض بيتوقف عليها قيمة مقاومة التربة تمام التربة هي ايه التربة لو بصينا على التعريف بتاعها الاول هي دفن الكترود في بطن الارض تمام المكان اللي بادفن فيه الكترود التأريد او السلك الموصل اللي أنا جبته من جسم المكينة او جسم المعدة او المحرك او المحول ودفنته في بطن الارض الجزء اللي أنا دفنت فيه ده بنسميه التربة وهو المنطقة المحيطة بالالكترود تمام وتسمى منطقة المقاومة طيب العوامل اللي بتتوقف عليها قيمة مقاومة التربة لو جينا بصينا على الشكل اللي قدامنا ده الشكل اللي قدامنا ده بيوضح لي بيقولي ان ده العمود ده كده القضيب ده الكترود تمام الكترود التأريد وهو متفون في باطن الأرض فهنا سطح الأرض ده وده الإلكتروض المنطقة المتفون فيها الإلكتروض اللي هي فيها الأسهم الدائرية دي قطرية دي اسمها منطقة المقاومة أو منطقة تسريب الطيار تمام كده؟ طيب إيه هي بقى العوامل اللي بتتوقف عليها قيمة مقاومة التربة؟ رقم واحد عندنا اللي هي درجة حرارة التربة هل درجة حرارة التربة؟ ولا مخفضة تمام؟ ولو كانت عالية يبقى أفضل الأملاح ودرجة تركيزها هل درجة ملوحة التربة عالية ولا مخفضة؟ ولو كانت عالية يبقى أفضل لأن طول ما هي درجة الرطوبة الأملاح عالية فهتبقى الأرض رطبة وكل ما بقت رطبة كل ما تسحب طيار وتبقى مقاومتها أقل تمام؟ طيب رقم ثلاثة العمق من سطح الأرض عمق التربة يعني أنا حفرت على عمق أدي وده هنشوفه في جزء خاص بالإلكتروضات وإحنا شغالين دلوقتي هنعرف أنه فيه إلكتروضات بتندفن على ثلاثة متر عمق ثلاثة متر رقم أربعة عندي محتوى التربة من الرطوبة اللي هو درجة رطوبة التربة تمام كده؟ طيب بعد كده نتكلم عن تأريد الحماية من الصواعق تأريد الحماية من الصواعق ده هي إيه الصواعق أصلا؟ إحنا كلنا عارفين أن الصواعق هي حاجة شحنية كهربية بتنزل من السماء بتنزل من السماء إزاي؟ الصواعق البرقية هي عبارة عن شحنية كهربية تجمعت في السحب فأدت إلى زيادة الكهربية بين تلك السحب والأرض وبيوصل أنه هو الشرارة بتاعتها أو القوس الكهربية بتاعها أو اللي هي الصعقة الكهربية دي بتبقى وصلة ما بين السماء والأرض وبنشوفها لو نزلت على مكان بتبقى بمثابة قنبلة بتنفجر في المكان ولو نزلت على أجسام معدنية ولو نزلت كمان على محطات كهرباء أو محول أو محركات شغالة بتبقى مشاكل كبيرة قوي طيب المكونات منظومة الحماية من الصواعق منظومة الحماية من الصواعق عندي بتتكون من قد من ثلاث حاجات أساسية اللي هي جزء استقبال السعقة وده الجزء اللي بيستقبل السعقة اللي بيبقى موجود على الأسطح على أسطح المباني من فوق ده بيبقى بنقول عليه جزء استقبال السعقة وعندي رقم اتنين أو به جزء التوصيل من منعة الصواعق وده عبارة عن الموصل اللي هيستلم السعقة أو الشحنة الكهربية من منعة الصواعق ليصربها إلى باطن الأرض تمام؟ إلى حاجة اسمها دائرة الحماية الأرضية اللي هي جزء الثالث يبقى دائرة الحماية الأرضية ده جزء متفون في باطن الأرض بيبقى متصل بمنعة الصواعق عن طريق جزء التوصيل اللي هو بيبقى مواصل ما بين منعة الصواعق ودائرة الحماية الأرضية طيب يعني الكلام ده إيه؟ جزء استقبال السعقة هو ما يسمى بمانعة الصواعق جزء التوصيل في مانعة الصواعق عبارة عن أجسام معدنية موصلة للطيار تتصل كهربية بدائرة الحمال الهوائية ثم تهبط حتى الأرض لتسليم السعقة إلى الأرض زي ما قلنا بيجيب من مانعة الصواعق من فوق يوصل بدائرة الحمال لتحت طب دائرة الحمال الأرضية هي عبارة عن موصلات مدفونة في الأرض ودي اسمها إلكترودات ودي هنشوفها مع شغلنا وإحنا شغالين دلوقتي طيب تأريد الحماية من الشحنات الكهروستاتيكية التأريد الحماية من الشحنات الكهروستاتيكية دي يعني إيه شحنة كهروستاتيكية بتتكون إزاي؟ أي شحنة كهروستاتيكية دي بتتكون بسبب احتكاك بين سطحين متلامسين من مادتين مختلفتين يعني إيه الكلام ده؟ زمان أنت صغير كنت بيجيب المصطرة البلاستيك بتاعتك وتعملها عملية تدليك في فرط الشعر بتاعتك فكانت وتقطع انت شوية ورق صغيرين كده فكنت تلاقي انه مع تدليق المصطرة في جسم في فروة الرأس بتاعتك كنت تطيع المصطرة على الورق اللي هو اللي انت مقطعه قطع صغيرة فتلاقي المصطرة عملت بتجذب الورق بتشد الورق لها كأنها بقت مغناطيس هي ما بقتش مغناطيس ما فيش مغناطيس بلاستيك طبعا بس هي بقى فيه شحنة كهروستاتيكية حصلت ما بين تشبعت بيها المصطرة مادة المصطرة اللي موجودة معاك تمام ودي شفناها في مادة الفيزياء اللي هو الشحن بالدلك والشحن باللمس والتأثير والكلام ده طيب عندي الحماية كهروستاتيكية الحماية كهروستاتيكية دي هي ايجاد وسيلة لمنع تولد الشحنات اذا امك او التخلص منها اولا باول وذلك بتوصلها الى الارض بمجرد تولدها خد بالك ان كل انواع الحماية اللي موجودة اي نوع حماية موجود ده بيبقى بيتوصل الى بطن الارض عن طريق موصل قلنا موصل من النحاس اللي هو عملية التأريد في البداية تمام طيب بعد كده اختار الشحنات الكهروستاتيكية اي هي الاخطار اللي ممكن تحصل لي من الشحنات الكهروستاتيكية حدوث شرر كهرابي نتيجة تفرير الشحنة من جسم الى اخر تمام وده بيقدي الى حدوث حرائف او انفجارات اتنين تلف الاجهزة الالكترونية الحساسة اي اجهزة الالكترونية ممكن يحصل الشحنات الكهروستاتيكية تأثر على عناصر الالكترونية بتاعتها فبالتالي لان احنا عارفين ان في مدة الالكترونية خدنا عناصر الالكترونية بتتأثر بالشوشرة بتتأثر بالشحنات الكهروستاتيكية شفنا الكلام ده كله رقم 3 حدوث صدمة كهربية للاشخاص تمام رقم 4 تشويش في اجهزة الكمبيوتر والتداخل في المعلومات دي كده الحماية الكهروستاتيكية طب إيه هي أهم الصناعات التي يجب فيها مراعاة الحماية الكهروستاتيكية تعالوا بقى نفنت كده مع بعض مجموعة الصناعات أو المصانع أو الشركات اللي احنا ممكن نعمل لها الحماية الكهروستاتيكية اللي تخليني أبقى شغال في الصناعة بتاعتي ومش الآن من خطر الشحنة الكهروستاتيكية اللي ممكن تحصل سبب لي حريق أو انفجار أو صدمات للعمال أو انه عندي مواد مشتعلة تبقى سريعة الاشتعال مع أي شرارة يحصل انفجار في المكان أو حريق في المكان عندنا بنشوف صناعات أو مثلا المستشفيات المستشفيات فيها غاز طبيعي فيها شغالة الغاز الطبيعي فيها بنسبة كبيرة فأي شرارة أو شحنة كهروستاتيكية ممكن تأثر صوامع الغلال فيها مبيدات حشرية فيها الحبوب فيها حاجات مواد الكيميائية بتتحطي للحبوب لحفظها غير ضارة طبعا بالإنسان وبس بيبقى الهدف منها حفظ الأغذية أو الحبوب اللي موجودة وبالتالي هي مشكلتها أن هي بتتأثر بالشرارة تتأثر بالشحنة كهروستاتيكية المناجم كلنا عارفين أن المناجم بيبقى فيها نوع من المتفجرات أو اللي هي البرود أو مواد سريعة الاشعال أو التفجير برضو بيبقى محتاجين لها حماية كهروستاتيكية بحيث أنه أبقى مأمن المكان ما يحصلش فيه شحنة كهروستاتيكية مصانع الطلاق والبيات شركات البترول المفاعلات كل الحاجات دي أنا بحتاج أن أكون مأمنها كويس قوي من عدم حدوث أي شرر أو انفجار بسبب شحنة كهروستاتيكية تعالوا نعدهم مع بعض كده رقم واحد عندنا بيبقى عندي الصناعات التي تحتوي على سيور أي صناعة فيها سير أو أي مصنع فيه سيور ده بيحتاج حماية من الشحنات الكهروستاتيكية لأن احتكاك السير مع الطنبورة اللي متركب عليها بيولد شحنة كهروستاتيكية فممكن يعمل شرارة وممكن يعمل أي حاجة تأثر برا عندي رقم اتنين المناجم وقلنا المناجم ليه بيبقى فيها نوع من المتفجرات رقم ثلاثة الغزل والنسيج أي حاجة ساعة الاشتعال المستشفيات عندي بعد كده صناعة المطاط وكمان صناعة الطلاق وصناعة تعبئة الغازات والسوائل القابلة للاشتعال صناعة الورق والطباعة وعندي كمان صناعة تجهيز الحبوب اللي هي صوامع الغلال اللي احنا بنشوفها والصناعات الالكترونية دي كلها الصناعات اللي المفروض أعمل لها حماية من الشحنات الكهروستاتيكية أو حماية عملية حماية كهروستاتيكية طيب قال لي خد بالك ايه بقى عايز يقول لنا ايه عايز يقول لنا انه ما فيش فايدة او عملية او لما بيتراكم الشحنات الكهروستاتيكية على الأجسام العزلة والسوائل ما بيفيدش عملية التأريض يبقى لا يفيد التأريض عند تراكم الشحنات على الأجسام العزلة والسوائل زي ايه البلاستيك الورق المطاط الأقمشة بعض صناعات تكرير بطرول ليه؟ لما بيتراكم على الشحنات على المواد العزلة دي بيبقى عمل عملية طبقة كبيرة من الشحنة فبالتالي عملية التقريد ما بتبقاش جيدة معها ما بتبقاش زو فاردة معها السؤال ده ممكن يجيلك صح وغلط في الامتحان لا يفيد التقريد عند تراكم الشحنات على الأجسام العزلة والسوائل صح أم غلط تمام؟ طيب بعد كده قياس مقاومة التربة أي تربة المفروض هتعمل فيها عملية التقريد أو الوقاية من الشحنات الكهروستاتيكية أو أي عملية التقريد ودي هنشوفها في عملية القياس دلوقتي وهنشوفها في تحسين مقاومة التربة العملية دي بتحتاج إيه؟ لقياس مقاومة التربة تحتاج إلى الأجهزة الآتية رقم واحد جهاز اختبار IR مزود بأربعة أطراف وبداخله مولد اللي هو بنقون عليه جهاز المجر تمام؟ ده بنقول عليه إيه؟ جهاز المجر يعني الاختصار بتاع جهاز اختبار الـ IR ده اللي هو بنقول عليه جهاز المجر طيب رقم اتنين أربع قطبان صلب تمثل إلكترودات الإختبار أربع قطبان صلب تمثل إلكترودات الإختبار اللي هي بنقول إيه؟ أطراف التوصيل للجهاز كمان إيه تاني؟ أربع كابلات معزولة طيب في رسمة يا مستر تورينا الشكل ده هنشوف رسمة دلوقتي توضح لي العملية دي بعد ما نشوف كيف تتم عملية القياس عملية القياس أول حاجة بتدفع الإلكترودات الأربعة في الأرض يعني بندق الإلكترودات دي هي عبارة عن قطبان من النحاس أو الصلب بيتم دقها في الأرض على خط مستقيم بحيث أن تكون المسافة ما بينهم متساوية بحيث أن تكون المسافة ما بين الأربع إلكترودات متساوية مثلا المسافة لو 3 متر يبقى 3 متر بين الأول والتاني بين التالي والتالت بين التالت والرابع تمام؟ يبقى ده كده أول حاجة الحاجة التانية الإلكترودان على الأطراف الإلكترودين اللي على الأطراف اللي احنا هنشوفهم دلوقتي على الرسمة يبقى هما الطرفين بتوع الطيار تمام؟ طب والإلكترودين اللي في النص الإلكترودان المتوسطان هما إلكترودا الجهد ويوصلان على طرفي الجهد بي واحد وبي اتنين وطرفين الطيار اللي هم السي واحد والسي اثنين طيب أحسب المقاومة ازاي؟ أحسب مقاومة الطربة ازاي؟ احنا قلنا أنه بيتم حساب مقاومة الطربة من العلاقة اللي هي البي تساوي اثنين آر اي تمام؟ طيب البي القيمة المتوسطة المقاومية المتوسطة والآر قراءة الجهاز بالأوم والإيه هي المسافة بين الإلكترودين تمام؟ طيب لو بصينا على الشكل اللي معانا دوت هنلاقي أن هنا قادي الإلكترود الأول ده كده الإلكترود الأول والإلكترود التاني وهنا عندي الإلكترود التالت وقادي الإلكترود الرابع تمام؟ لو بصينا فوق هنا هنلاقي هنا عندي البي واحد وبي اثنين وهنا عندي سي واحد وسي اثنين قلنا في الشرح اللي فات الشريحة اللي فاتت قلنا أن السي واحد وسي اثنين دول أطراف ايه؟ الطيار برافو عليكم دول الأطرافين اللي هيتوصلوا على الإلكترود النقطتين اللي هيتوصلوا مع الإلكترودين اللي هم على الأطراف تمام اللي هم هيبقوا طرفين الطيار طب والبي واحد النقطة بي واحد وبتنين دي هيتوصلوا مع الإلكترودين المتوسط اللي هم في النص وهم هيوصلوا طرفين الجهد تمام وبالتالي أقدر قيس قيمة المقاومة تمام طيب نخش بعد كده على إلكترودات التقريب إلكترودات التقريب إحنا عملين من أول ما بدأنا شرح فيه الباب الأول أو التقريب الوقائي بنقول إنه إلكترودات التقريب وعملية التقريب بتبقى من خلال موصل بيتصل بإلكترود تقريب الإلكترود بيتم دفنه في الأرض وبيبقى على عمق 3 متر وفيه تربة صخرية ما تنفعش يبقى دفن فيها فبالتالي إحنا محتاجين نتكلم عن إلكترودات التقريب. إلكترودات التقريب هي إيه؟ قل لي أن نخد بالك إنه إلكترودات التقريب دي ممكن نقسمها إلى مجموعتين إيه هما؟ المجموعتين دول إلكترودات موجودة أو إلكترودات مخصصة للتأريد وإلكترودات موجودة بالمبنى هو الإلكترود أصلا عبارة عن إيه؟ الإلكترود ده عبارة عن قضيب من النحاس أو من الصل بيتم دفنه أو دفعه في الأرض عن طريق الدأ وبيبقى فيه طرق مختلفة للإلكترودات أو عملية دفن الإلكترودات تمام؟ طيب بعد كده هنشوف أول حاجة الإلكترودات الموجودة بالمبنى ودي قال لي أنه خد بالك من الرسمة اللي قدامنا دي نفهم إيه منها؟ لو فهمنا الرسمة اللي قدامنا هنفهم يعني إيه إلكترودات موجودة في المبنى الرسمة اللي قدامنا بتوضح لي إلكترود مدفون في الأرض وعندي أنابيب المياه وأنابيب الغاز وعندي الخرصانة أو حائط فيه أسياخ من الحديد وعندي ممكن أستخدم جمالونات اللي هي بتستخدم في بناء المصانع مواسير الصرف الصحي أو أنابيب الصرف الصحي ممكن أستخدم الكلام ده كله بس ده بيبقى بشرط لما تديني مقاومة أقل من 3 أوم يبقى الإلكترودات الموجودة في المبنى لازم طبعا علشان تتسئل في السؤال أو السؤال ده لما يجيلك في الامتحان يقولك وضح بالرسم الإلكترودات الموجودة في المبنى فالرسمة دي هي المطلوبة والشرح بتاعها نقول إيه بقى؟ هذا النوع يمكن استعمال أنابيب المياه أو في هذا النوع من الإلكترودات يمكن استعمال أنابيب المياه والغاز المتصلة بشبكات التغذية العامة كإلكترودات تأريض وكذلك استعمال الهياكل المعدنية في المبنى إذا أعطت مقاومة أقل من 3 أوم يعني إيه؟ يعني أنا ممكن وإحنا بنعمل المبنى أو عملية التأريض للمبنى ممكن نستخدم أنابيب المياه، أنابيب الصرف، أنابيب الغاز كل ده متصل بشبكة شبكة مدفونة في الأرض في الشارع متصل داخل على البيت اللي جنبي أو على المنشأة اللي جنبي هو داخل في البيت متفرع في الجدران في الحوائط ومدفون في الحوائط وطالع مدفون في الشارع، فبالتالي بيبقى ده كله بمثابة طربة للإلكترود المستخدم تمام؟ عندي رقم 2 أو ثانياً الإلكترودات المخصصة للتأريض الإلكترودات المخصصة للتأريض دي بقى عندي منها أربع أنواع رقم واحد أولاً الإلكترودات المدفونة في الأرض ثانياً إلكترودات القطبان المحاطة بالخرصانة وهنشرح كل واحد وهنشوف رسمة كل واحد أو شكل يوضع كل واحد منهم ومين ينفع في الطربة الصخرية والطربة العادية والطربة الرملية كلام ده كله هنشوفه وكمان عندي ثالثاً الشرائح والأسلاك والكابلات المدفونة في الأرض عندي كمان رابعاً الشبكات المدفونة في الأرض اللي بيطلق عليها حصائر التأريض يسمى حصائر التأريض طيب تعال نتكلم عن واحد واحد الإلكترودات المدفونة في الأرض الإلكترودات المدفونة في الأرض دي دي هنتكلم عنها كده مع بعض وبعدين نشوف شكل أو رسمة توضح الإلكترودات المدفونة في الأرض لأن أنا عندي بيبقى في أربع حالات ليها الإلكترودات المدفونة في الأرض دي بنقول إن القضيب ده عبارة عن حديد أو صل بيتم دفنه أو من النحاس بيتم دفنه في الأرض على عمق لا يقل عن ثلاثة متر بيتحفر له حفرة لا تقل عن 3 متر بيندفن فيها طيب الحفرة دي بفرض ان قابلني تربة صخرية معرفتش احفر تاني يعني معرفتش احفر مسافة اللي هي 3 متر لا ده انا يدوب هو متر ونص وقفت فبالتالي عندي حل اللي هو ايه ممكن ادفن القضيب او الالكتروض بزاوية ميل 45 در طيب برضو قابلتني التربة الصخرية على عمق متر مثلا انا ما قدرتش احفر اكتر من كده وتربة صخرية ما انفعش اجيب اكتر من كده ايه اللي حصل او ايه الحل ان انا اعمل كده قال لي انك ممكن كمان تجيب الالكتروض تحطه في الطربة او تدفنه في الطربة بوضع افقي يعني ينام كده على الارض ويتوصل بالموصل اللي هيطلع يتوصل بايه بالجسم المعدني او الالة او المعدة او المحول المحرك المبنى اللي انت عايز تعمله تعريض يعني عندي كل البداية المطروحة في الاكترود المتفون تعالى نشوف كده نشرحه مع بعض الاول وبعدين نبص على الصور اللي موجودة عندنا هو عبارة عن قضيب يصنع من السلب تمام عبارة عن قضيب يصنع من السلب او الحديد عادة ويدفع رأسيا في بطن الارض لعمق لا يقوم تمام عن طريق الدق يعني هو بيندق فيه الطربة الحفرة اللي انت حفرتها تلاتة متر دي هو بيندق فيها برضو وفي حالة وجود طبقة صخرية على عمق صغير من سطح الارض يمكن عمل مجرى في الارض على عمق حوالي متر ودفن القضيب او الالكترود افقيا او يدق بزاوية 45 در يعني ايه عايزين نشوف صور توضح لنا الكلام دوت تعالى نشوف كده مع بعض هنشوف اول صورة كده الصورة دي بتقول لي ايه ان القضيب ده التربة قدرت احفر التلاتة متر تمام قدرت احفر التلاتة متر وكمان الالكترود اندفن بالكامل في التربة طيب الشكل اللي بعده الشكل اللي بعده او انا حفرت التلاتة متر برضو بس هنا ممكن وانت ماشي جنب غرفة محولات او جنب محول كده تلاقي علبة من الحديد او تعليبة كده معينة او سطح معين كده صندوق محطوط جنب المحول ده بيبقى مغطي به طرف الالكترودات وده بنبقى للاستدلال على مكانه يعني عشان اعارف مكان الالكترود التقريد لان انا كل فترة بروح اعمل عملية صيانة عليه او كشف دوري عليه لانه ممكن يتآكل من التربة او نوع التربة ممكن يأثر عليه ويتآكل طيب الشكل التاني التالت ده تربة صخرية قبلتني وقادوا الصخور تحت عندي اهيه فكل اللي قدرت اعمله ان انا سبت الالكترود تمام بزاوية ميل بزاوية ميل بقى 45 درجة بالزاوية المناسبة يعني طبعا هي الزاوية اللي تقل عن 45 درجة يعني الحل الرابع او الشكل الرابع اللي معانا ان انا مقدرتش احفر اكتر من متر وبالتالي حطيت الالكترود او وضعته في الحفرة بشكل افقي بحيث انه يكون كله فيه ايه التربة تمام طيب ده كده كان الالكترودات المدفونة في الارض الالكترودات المحطة بالخلصانة الالكترودات المحطة بالخلصانة ده الالكترودات بيتم عمل الالكترود فيها التقريد ازاي بقى؟ بيبقى في بداية التجهيز للمبنى تمام؟ بيبقى فيه السملات والقواعد وشدة الحديد من المقاول والناس الفنيين بتوع المعمار فبيبقى شدة الحديد اللي موجودة والاسياخ الحديد اللي في العمدان بتاعة المبنى انا بروه هعمل ايه؟ باجي جايب الموصل اللي هستخدمه في التقريد هعمل ايه بقى؟ هربطه في اي سيخ من الاسياخ الحديد في سيخ في العمود او في السملات والقواعد اللي تحت تمام؟ وشد الكبل ده او الموصل ده اشده اطلعه البرة بس بشرط نحية المكان اللي هركب فيه لوحة التوزيع مثلا يعني يكون قريب من مكان التقريد اللي انا هوصله له تمام؟ حيث ان انا مروحش قريب مثلا الموصل ده هوصله في اخر خالص او في اخر اسم الله في المبنى وشد الكبل بطول او بعرض المبنى من تحت وده يأثر عليه طبعا فانا باجي على اقرب سيخ حديد او اقرب كتلة حديدية فيه للمكان المدخل او اللي هيتثبت فيه لوحة التوزيع واقدر اعمل ايه؟ اعمل اربط كبل التقريد ده وبالتالي هيبقى كبل التقريد متوصل بسيخ الحديد او عود الحديد اللي موجود في باطن الخرصانة وعلشان كده سميناها الكترودات محاطة بالخرصانة تعالى نشوف الشكل وتعالى نشوفها نشرحها ازاي ونحلها ازاي في الامتحان اول حاجة تعالى نبص على الشكل ده كده اهو قدامي كده قادي الاواعد تحت هنا تمام؟ وعندي دي كده الاعداء اهيه؟ وعندي هنا العمود اهوت وانا جيت على سيخ حديد هنا هوا ورابطت الموصل وخدت الموصل التقريد لبرا تمام كده؟ اخدت الموصل التقريد لبرا اروح اوصله بمين؟ بالجسم اللي انا عايز اعمله عملية التقريد تمام كده؟ طيب نشرحها ازاي؟ قال لي ان هذه الطريقة خد بالك احنا الطريقة اللي فاتت القطبان المدفونة في بطن الارض قلنا ان هي بتبقى مدفونة في بطن الارض على عمق لا يقل عن 3 متر يعني تربة عادية اه ده راح فربعتي لكن هنا بتستخدم في الطربة الصحراوية ذات المقاومة العالية لان الرمل بيديني الطربة الصحراوية الرملية بتيديني قيمة مقاومة عالية وكل ما قيمت المقاومة عالية كل ما بقى في منع لتسريب الطيار تمام؟ طيب يبقى هنا هعمل تستخدم هذه الطريقة في الاراضي الصحراوية ذات المقاومة العالية ويوصل موصل التقريد بالقطبان الخرصانية قبل تمام؟ وتعطي هذه الطريقة مقاومة اومية ارضية صغيرة جدا بتصل الى ايه واحد اوم تصل الى اقل من واحد اوم وتستخدم هذه الطريقة بنطاق واسع على التقريض جيد للابراج نقل الجهد العالي تمام يعني انا باجي على الكتل الخرصانية اللي هي بتبقى في قواعد البرج وادر اعمل عملية التقريض دي طيب ثالثا الشرائح والاسلاك والكابلات المدفونة في باطن الارض الشرائح والاسلاك دي لو بصنا على الشكل ده هنلاقي انه جبت شوية شرائح مجموعة من الشرائح والاسلاك او الكابلات ووصلتها بشكل معين شكل نجمة شكل حلقة دائرية او زاوية او سلك مستقيم او نجمة ربعية باي شكل كده وربطتهم من النص او وصلتهم ببعض وروح تربطهم بالسلك او الموصل التقريض اللي انا عاوز اوصل به وروح تدفنها فيه الطربة وهنشوف على عمقه قد دي دلوقتي وتنفع في الطربة ايه بيقول لي في هذه الطريقة تستعمل شرائح معدنية او قطبان دائرية او موصلات مجدولة كالكترودات ارضية في الاماكن التي فيها خد بالك ايه بقى الصخور قريبة من سطح الارض يعني دي تنفع مش في الطربة العادية لا ديها تنفع في الطربة الصخرية اللي انا مش قادر احفر فيها تمام وتسمى الكترودات سطحية ويلزم ان تدفن الى اعماق كبيرة في بطن الارض ويفضل استعمال عدد اكبر من شرائح قصيرة تبعد عن بعضها وموصلة على التوازي على استخدام عدد اقل من الشرائح الطويلة دي كده اللي هي الشرائح والاسلاك او الكابلات المدفونة في الارض تعال نشوف حصائر التأريد رابعا الشبكات المدفونة في الارض حصائر التأريد هنا دي نتكلم عنها ازاي هو قال لي ان حصائر التأريد انه الشكل اللي قدامك ده هتلاقي مجموعة من الالكترودات دي هنا عندي الالكترودات دي التاني التالت الرابع الخامس السادسة مجموعة من الالكترودات بيتم توصلها مع بعضها بواسطة اسلاك نحاسية تمام يبقى هي قطبان قطبان مستطيلة او مربعة او هي بتعمل شبكة مستطيلة او مربعة من قطبان معدنية تمتد تحت المبنى وتوصل بقضيب التأريد تمام يبقى احنا مجموعة من الالكترودات هي توصلناها مع بعضها بأسلاك من النحاس بيتم دفنها اسفل المبنى او تحت المبنى وتوصل بقضيب التأريد الرئيسية المعدني للمبنى وتكون المسافة بين القطبان من 3 متر الى 4 متر خد بالك ان المسافة من القضيب ده بتتراوح ما بين 3 متر الى 4 متر تمام كده دي كده انواع الالكترودات اللي احنا اتكلمنا عنها وعملية التأريد قلنا انه هو بيبقى موصل بيتوصل من الجسم المعدني للمحول او المبنى او الشبكة اللي انا عايز اعملها تأريد او الجهاز او المقالة اللي انا عايز اعملها تأريد وبيندفن في باطن الارض كده هو احنا اتكلمنا عن التربة وا اتكلمنا عن الكترود التأريد اللي هيتم دفنه في التربة تمام؟ طيب التربة دي احنا قلنا طريقة قياس مقاومة التربة صح كده وقلنا انك بستخدم جهاز بيجر في قياس مقاومة التربة طيب التربة دي لو مش صالحة للتأريد ايه الحل؟ ايه الحل انه انه انا التربة دي مش صالحة لعملية التأريد اعمل ايه؟ قال لي ان انا عندي طريقة لتحسين قيمة مقاومة التربة طيب هي ايه؟ لقينا ان علشان احسن قيمة مقاومة التربة لازم اعمل شوية خطوات كده نعملها مع بعض او هنقولها مع بعض ايه هي؟ رقم واحد اني بحفر حفرة لا تقل عن 3 متر وتبعد عن الالكترود بحوالي 15 سنتي او 10 سنتي يعني من 10-15 سنتي تمام؟ طيب عملنا الحفرة حفرنا الحفرة 3 متر تمام؟ بعد كده بجيب القرميد القرميد ده ببطن بيه الحفرة حفرة التأريد تمام؟ بعمل لها تبطين بالقرميد طيب الخطوة اللي بعد كده برش في الحفرة او بحط في الحفرة دي قطع من النحاس ومواد معالجة للطربة مواد معالجة للطربة زي ايه؟ كلوريد المغنيسيوم كابريتات السوديوم ملح الطعام الكلام ده كله يبقى رقم 1 عندي هنا هعمل ايه؟ نقول مع بعض كده رقم 1 عمل حفرة في الارض تبعد عن الكترود التأريد مسافة كام؟ 10 سنتي مسافة 10 سنتي طيب رقم 2 يتم تبطين جدران الحفرة بالقرميد رقم 3 تملأ الحفرة بمادة لخفض مقاومة الالكترود الارضي زي ايه طيب؟ لقينا ان احنا عندنا كابريتات المغنيسيوم كابريتات النحاس كولوريد السوديوم تمام؟ يبقى دي كده كيفية تحسين مقاومة التربة معانا 3 اسئلة بقى نبص عليهم ونشوفهم كده مع بعض بخصوص الجزء اللي احنا قلنا ده كله وده اسئلة بتيجي يعلل في الامتحان بتتكرر في الامتحانات يعني بيجي يقول لي ايه؟ التلات اسئلة قدامنا هم تنقولهم مع بعض ونشوف ولادنا كده ايه هيشتغلوا معانا ازاي في النقطة دي يجب عمل السؤال الاول يجب عمل كشف دوري على الالكترودات واستبدالها اذا لازم الامر مش انا من شوية قلتلك انه في طريقة بحط الالكترود ظاهر منه جزء وبحط له صندوق عليه علشان الاستدلال على مكانه لان انا بعمل كشف دوري على الالكترودات لانه الطربة ممكن هي تعمل تآكل في الالكترود ادي السؤال ده بيقول لي يجب عمل كشف دوري على الالكترودات واستبدالها اذا لازم الامر طب ليه؟ لان بعض انواع الطربة تسبب تآكل سريع للالكترودات اه واضح النقطة دي تمام السؤال التاني يجب اجراء تفتيش دوري تمام على المادة المعالجة كل فترة يجب اجراء التفتيش الدوري على المادة المعالجة كل فترة المادة المعالجة اللي احنا بنحطها في التربة لتحسين مقاومة التربة ليه بقى؟ بروفو عليك اللي بيتكلم عن بقول ان احنا علشان نتأكد هي موجودة ولا لا يبقى للتأكد من وجودها وعدم تسربها كليتا يعني نجمن ان هي ما تسربتش للأرض لان احنا الأرض دي احنا نبطننها من جوة بطبقة من القرميد طيب عند وضع الملح المعالج في الخندق لأول مرة يجب غمر هذه المنطقة بالماء ليه؟ علشان الملح ده احنا عايزين الملح ده او المادة المعالجة دي تتخلخل او تتخلل في التربة كلها فبالتالي تحسن التربة يبقى حتى يتمكن المحلول من الانتشار خلال التربة بروفو عليكم دول تلات اسئلة مهمين نبقى يعني بنشوفهم بيكرروا في الامتحان ونركز عليهم كده لانهم مهمين في الجزئية اللي احنا شرحناها لحد دلوقتي تمام؟ طيب بعد كده عندنا جزء هنتكلم فيه اللي هو منظومة الحماية من السواق منظومة الحماية من السواق ديت احنا قلنا مكونات منظومة السواق قلنا ان هي جزء استقبال السعقة وعندنا جزء اللي هو الهابط او جزء توصيل السعقة اللي هو الموصل اللي هيجيب من السعقة من فوق يسرب الى بطن الارضي يوصل الى دائرة الحماية الارضية تمام؟ هي منعات السواق أو الجزء الخاص بمنعات السواق منعات السواق احنا بنستخدمها طبعا للحماية من السواق البرقية والشحنات الكهربية اللي هي الجاية من السواق الكهربية لانها لو نزلت على مبنى زي المستشفيات زي المبني او شركات البترول مناجم المصانع الغزل والنسيج اللي هي الصناعات اللي احنا قلنا عليها بنعمل لها حماية كهرستاتيكية لو نزلت عليها أي سعقة كهربية فبالتالي هتأثر على المبنى إما بالحريق أو الانفجار أو صدمات كهربية للعاملين في المكان طيب نيجي مع بعض كده أهداف منظومة الحماية من السواعق الهدف من منظومة الحماية من السواعق عندي امتصاص السعقة الهابطة تمام امتصاص السعقة الهابطة طيب بيه أو رقم اتنين عدم حدوث شرر جانبي عدم حدوث شرر جانبي طيب احنا شايفين مع بعض كده على الشاشة بنقول ايه عدم حدوث أضرار للأفضل داخل المبنى أو المباني المعنية بالحماية طيب يبقى دي كده الأهداف أو الثلاث أهداف اللي احنا بنقول عليهم الهدف من منظومة الحماية من السواعق طيب نشوف بعد كده مكونات منظومة الحماية من السواعق مكونات منظومة الحماية من السواعق دي احنا قلنا اللي هي المنظومة قبل كده كانت جزء الاستقبال وجزء اللي هو الخاص بالهابط أو الموصل اللي هيوصل لدائرة الحماية الأرضية الدائرة الهوائية رقم واحد الدائرة الهوائية وده قلنا الجزء اللي هو بيبقى متركب على الأسقف أو الأسطح تمام؟ اللي بيستقبل الساقة الكهربية اتنين الموصل الهابط أو النازل أو اللي هو الموصل اللي بيجيب من الدائرة الهوائية يدي يوصل لمين؟ لدائرة الحماية الأرضية اللي مدفونة في بطن الأرض رقم تلاتة الدائرة الأرضية اللي هي الدائرة الحماية الأرضية رقم 4 بيبقى عندي الوصل والربط لمنع الشرار الجانبي ده جزء مخصص انه يمنع حدوث اي شرارة جانبية تنتج من منعة السواعق اثناء عملها الشكل اللي معانا دوت عايزين نبص عليه كده ونشوف مع بعض منعة السواعق وتوصلها بالموصل الهابط وتوصلها الى لحد ما توصل الى دايرة الحماية الارضية لو بصنا على الرسمة هنلاقي ان منعة السواعق متركبة فوق على المبنى تمام منعة السواعق هنا متركبة على المبنى من فوق وعندي يعني هنا كده اهوت منعة السواعق هنا اهي هنا كده وعندي الموصلات الصفرة اللي موجودة عندي فوق دي الموصلات ديت هي اللي هتاخد من منعة السواعق وتدي لحد الموصلات اللي هتنزل تحت ودارة الحماية اللي تحت وكمان عندي إيه؟ عندي كمان الخطوط الخضرة اللي موجودة عندي دي دي شبكة حماية بص بقى هتلاقي الخط الأغدر ده متوصل بجميع الأجهزة في المبنى يعني هنا قدي عندي هنا جهاز أهو متوصل بخط أغدر ونازل لحد فين شبكة الحماية الأرضية إلكترودات تحت أهية التأريض تمام؟ هنا في جهاز كمان أهوت تمام؟ متوصل بقى دي شبكة بص الكابل الأرضي بتاعه هو برضو رايح فين؟ جاي نازل على الحماية الأرضية وهنا كل الأجسام المعدنية والأجهزة والمعدات والكمبيوتر والماكينات كل الحاجات دي متوصلة بالتأريض حماية الكهروستاتيكية بقى حماية من الصواعق كل أنواع الحماية اللي موجودة متوفران في الصورة اللي موجودة قدامنا دي تمام؟ طيب تعال بقى بعد كده نبص على حاجة مهمة وهي هنقول أنه عملية الحماية اللي بتتوفر من الصواعق أو العوامل اللي بتتوقف عليها الحاجة إلى الحماية من الصواعق ليه؟ ليه بنعمل حماية من الصواعق؟ ليه بنحتاج نعمل حماية من الصواعق؟ رقم واحد الموقع الجغرافي للمبنى ممكن الموقع ده بيكسر فيه عملية الصواعق الكهرابي أو الصواعق البرقية أو مكان فيه نشوب حرائق بسبب الصواعق الكهربية رقم 2 مساحة المبنى مساحة المبنى اللي موجودة هل هي المساحة دي هتحتاج أن أنا أعمل تأريد حماية من الصواعق ولا لا عندي رقم 3 عندي الغرض من استعمال المبنى أنا هستعمل المبنى ده لإيه هل هو مخازن هل هو شركة فيها كمبيوترات فيها أجهزة فيها معدات فيها مكينات هل هي محطة كهرباء الكلام ده كله محتاج أدور فيه وأنا بأعمل الحماية من الصواعق التكوين الإنشائي للمبنى تمام عندي بعد كده موقع المبنى داخل المدينة أو خارجها أو على جبل ده كله بنحتاج أنه حسب مكان أو حسب موقع المبنى أو المنشأة الصناعية بتاعتي اللي أنا هعمل لها الحماية من الصواعق بقدر أدور على أنا هحتاج حماية من الصواعق ولا لا الشروط الواجب توفرها في مناعات الصواعق الشروط دي بقى رقم واحد أن تكون عازلة عند الضغط العادي تمام رقم اتنين أن تكون موصلة عند الضغوط العالية جدا والتي تحدث من الصواعق تمام طب أنواع مانعات الصواعق أنواع مانعات الصواعق دي عندي حاجة اسمها مانعة صواعق قرنية ومانعة صواعق قروية أو ذات انفصال قروي تمام؟ يبقى رقم واحد عندي مانعة صواعق قرنية أو قرنية ومانعة صواعق ذات انفصال قروي وهنشوف الشكلين دلوقتي وهنتكلم عنهم كل واحد لوحده لأنه بيجي سؤال مهمة أو في الامتحان بيتكرر يقول لك وضح بالرسم أنواع الصواعق أو اشرح بالرسم أنواع مانعات الصواعق تمام؟ يبقى أنا عندي رقم واحد اللي هي مانعات الصواعق القرنية لو بصينا على الشكل اللي قدامنا ده هنلاقي إن الجزء الخاص بمانعة الصواعق أهو إحنا بنقول عليه قرنية تمام كده؟ هذه القرنين اللي إحنا بنقول عليهم علشان كده تسمت قرنية تمام؟ بيبقى واخد شكل إيه قرن كل موصل بياخد شكل القرن كده فعشان كده تسمت بالقرنية طيب إيه اللي بيحصل إنه القرن الأول أو الجزء الأول من منعة السواعق بيبقى بيسمى الطرف ألف والطرف به هو ده الطرف التاني الطرف ألف بيتوصل بالخط مع الشبكة الطرف به بيتوصل بالأرضي عن طريق المقاومة R اللي هي بتحد من طيار السعق أو الطيار اللي موجود في الموصل أو المنعة تمام؟ تعالي نشوف كده وعندي جيم دي اسمها الصغرة الهوائية ما بين القرنين تعالي نشوفها مع بعض نشوف الشرح اللي هنكتبه بنقول إيه؟ تتركب من موصلين على شكل قرن لكل خط تمام؟ بينهم صغرة هوائية بحيث يكون أحد القرنين متصل بالخط الهوائي والآخر بمقاومة تفريغ إلى الأرض وعند حدوث الصاعقة يحدث قوس كهرابي يتم تفريغه إلى الأرض خلال مين؟ خلال المقاومة R اللي احنا بنقول عليها دي طب فايدتها إيه؟ والتي تعمل على الحد من قيمة الطيار والتي تعمل على الحد من قيمة الطيار تمام كده؟ يبقى ده كده احنا كنا بنتكلم عن مانعة الصواعق أو مانعات الصواعق القرنية طب تعالي نشوف النوع التاني مانعات الصواعق ذات الانفصال الكروي مانعات الصواعق ذات الانفصال الكروي دي مش هتفرق كتير قوي في الشكل لا ده هي يعني الشكل لما هنبص عليه كده هتلاقي كل الاختلاف إيه؟ كل الاختلاف إنه القرنين اللي كانوا موجودين في مانعة الصواعق القرنية دي هنا بقى انفصال كروي أو عبارة عن كراتين في الموصل من الناحيتين واحدة متصلة إنه نقطة ألف متصلة بالخط نفس الشرح بتاع مانعة الصواعق القرنية ده جزء متصل بالخط مع الشبكة والجزء التاني أو الكرة التانية متصلة بالمقاومة المتصلة بالإلكترودي المدفون في بطن الأرض نفس الفكرة تتركب من موصلين على شكل هنا بقى إيه؟ على شكل كرة لكل خط وبينهم صغرة هوائية بحيث يتم توصيل أحد الكراتين بص أحد الكراتين اللي هي إيه؟ ألف أو أحد الكراتين بالخط الهوائي بص على رسمة ألف متصلة بالخط الهوائي تمام؟ والأخرى بمقاومة التفرير إلى الأرض اللي هي به تمام؟ وعند حدوث السعقة يحدث قوس كهربي وتفريغ إلى الأرض خلال المقاومة R يبقى المقاومة R دي هي موجودة في سكة الطيار اللي هي توصل أو سكة السعقة الكهربية اللي هتتوصل إلى باطن الأرض تمام كده؟ يبقى من خلال الكلام اللي احنا قلناه ده قلنا إنه المانعات الصواعق عندي نوعين النوع الأول ده بيتوصل أو نوع اسمه منعات الصواعق الكرنية ومنعات الصواعق ذات انفصال كروي تمام؟ وطول الحلقة بتاعتنا أو طول الشرح اللي احنا اشتغلناه كنا بنتكلم عن التأريد ونقول بسرعة مع بعض كده تاني التأريد هو إيه؟ هو عملية توصيل الأجسام المعدنية أو الأغلفة المعدنية بموصل ودفنه إلى باطن الأرض تمام؟ الموصل ده بيكون مصنوع من النحاس موصل سلك سلك عادي كابل عادي بيتوصل بالإلكترود يتوصل إلى باطن الأرض بالإلكترود ومن خلال عملية التأريد قلنا إنه احنا عندنا التأريد وقائي تأريد شبكات تأريد حماية من الشحنات الكهروستاتيكية تأريد حماية من الصواعق وبرضو احنا بنتكلم اتكلمنا عن التربة وقلنا إن التربة عبارة عن المنطقة المحيطة بإلكترود التأريد اللي بيتم دفن فيها موصل التأريد علشان يصرب الشحنة اللي موجودة فيه أو الشحنة اللي حصلت فيه الأجسام المعدنية أو الأغلفة المعدنية للمعدات والأجهزة والماكينات بيصبحها إلى باطن الأرض هو التأريد أنا ممكن أعمله لأي حاجة ممكن أعمله للمبنى ممكن أعمله لحة التوزيع في البيت أو في المصنع في المنشأة ممكن أعمله لجهاز ممكن أعمله للمحرك اللي موجود عندي للمحول للمولدات محطة الكهرباء محطة التوزيع كل الكلام ده أنا ممكن أعمله أي حاجة فيها طيار كهرابي أو أي حاجة ممكن يتولد فيها شحنات كهروستاتيكية أو الطيار الكهرابي حدوث تلامس بالخطأ للطيار الكهرابي تصرب طيار تصرب ده كله أنا ممكن أعمله حماية وقائي أو تأريد وقائي بحيث أنه ما يحصلش أنه ما يحصلش أن أنا أقدر يبقى فيه تصرب للطيار تمام؟ من خلال كلامنا برضو عرفنا أن التربة بيتوقف قيمتها على مجموعة من العوامل إيه هي؟ قيمة مقاومة التربة بتتوقف على إيه؟ عمق التربة تمام؟ رقم واحد عمق التربة رقم اثنين ضرجة رطوبة التربة رقم ثلاثة ضرجة الملوحة ملوحة التربة نسبة الأملح في التربة بعد كده قلنا ضرجة حرارة التربة وده بيتوقف على قيمة مقاومة التربة طب التربة دي لو غير صالحة لعملية التأريد إيه اللي ممكن يحصل؟ قالك أن أنت عندك طرق أو عملية تحسين مقاومة التربة تحسين مقاومة التربة ده أنت بتعمله إزاي؟ قلنا أننا بنعمل حفرة لا يقل عنقها عن الثلاثة متر وبيتم حفرة الحفرة دي على بعد يصل إلى 10 سنتي أو لا يقل عن 10 سنتي تقريباً 15 سنتي عن الإلكترود يعني بتبعد 10 سنتي أو 15 سنتي عن الإلكترود الإلكترود التأريد الحفرة دي بيتم فيها إيه؟ الحفرة دي بيتم فيها أن بعد حفرها بيتم تبطين الحفرة من الداخل جدران الحفرة من الداخل وارضيتها بيتم تبطينها بالقرميد علشان دي نبدأ نحط مواد المعالجة للطرب تمام رقم اثنين بنحط فيها يعني قلنا حفر الحفرة وقلنا عملية التبطين بالقرميد رقم ثلاثة بنحط مواد المعالجة للطربة اللي هي قلنا كابريتات ماغنيسيوم كابريتات النحاس كولوريدو السوديوم او اللي هو ملح الطعام دي كده في عمليات تحسين المقاومة طب في حاجة تاني هو انت بتقيس مقاومة التربة بايه قلنا بيستخدام جهاز الـ IR او اللي هو جهاز الميجر وبنحتاج معاه اربع الكترودات او اربع قطبان للقياس بيتم دفنهم او دقوهم او دفعوهم في الارض عن طريق الدق كده بمسافات متساوية لا تقل عن تلاتة متر تمام بيتوصلوا بايه الاربع الكترودات دول الاربع الكترودات اوصلوا بالجهاز محتاجين اربع اربع اطراف محتاجين اربع اطراف الاربع اطراف دول طرفين مع الـ C1 و C2 دول طرفين الطيار والـ B1 والـ B2 دول طرفين الجهد اخر حاجة اهم المواصفات والسمات المطلوبة واللازمة للموصلات الهبطة رقم واحد يجب استعمال اكتر من موصلين هابطين تمام رقم اتنين يمكن استعمال الهياكل المعدنية وقد باني التسليح كموصلات هابطة رقم ثلاثة يجب توصيل الموصلات الهابطة بأكتر من إلكترود تأريد رقم أربعة اختيار المسار الهابط للموصل بحيث لا يتسبب المسار في حدوث شرر جانبي تمام؟ آخر حاجة يجب تثبيت الموصلات جيدا لأنها تتعرض لقوة كهرومغناطيسية عليها أثناء مرور طيار السعقة لأن طيار السعقة بيبقى عالي فبالتالي أنا بحتاج أثبت الموصلات دي جيدا بحيث أن هي ما يبقاش فيها أي مشكلة آخر حاجة الحماية الكهروستاتيكية ودي عندي طرق الحماية الكهروستاتيكية رقم واحد الربط والتأريد رقم اثنين التحكم في الرطوبة رقم ثلاثة التقاين رقم أربعة الأرضيات الموصلة بكده نكون وصلنا لآخر حلقتنا معاكم وبنتمنى يكون بقدر الاستفادة الكبير لحضراتكم تمنياتي ليكم جميعا بالتوفيق ودعملنا راحوا التوفيق بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة